راقب وأفتارك راقب ومعتقداتك حسن توقف بمرحلة من الوهي الوهي جدا مهم الإنسان يكون واعي بأفكاره ومعتقداته بكل شغلة بتصير بحياتي أشوفكم على خير يا أجمل وأروع متابع اهلا وسهلا أصدقائي جميلين والرائعين والميادين أتمنى أن كلكم تكونوا خير وصحة وعافية وسعادة وجمال عليكم يا أجمل وأروع متابعين قبل تكلمت معاكم وشلون ننظف أفكارنا كيف نجيب ورقة ونكتب ونشقها أطتكم كل الطريقة لكن اليوم راح أعلمكم وشلون نقدر نزيل المعتقدات اللي بتعيقنا بتعيق إنه إحنا مثلا نبغى نحصل على وظيفة نبغى نحصل على الثرعة نبغى حتى حب الذات إذا عندك معتقد خاطئ له كيف بيعيقك إنه إنت ما تحصل على هذا الحب إيش الأشياء اللي إحنا راح نعملها سطب ورا سطب ما بعض أنا وأنتو يا أجمل وأروع متابعين اللي حاب نيسمع الموضوع نفسه موجود على الساندكلاود والرابط تحت في الوصف أوكي يا جميلي خلونا نبدأ سوا أول شغلة أول 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 كل شيء نبغى نبدأه في حياتنا لازم نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونكون على ثقة ونكون على ثقة تماماً كمان نزلت لكم جذب الوظيفة ومن يومين نزلت لكم جذب الثراء وبعد يومين كمان راح نزل لكم شلون راح نجذب الحب وحب الذات بعدين راح نجذب الجواز الزواج السفر أشياء مارة كثيرة بإذن الله أن أحلامنا كلها تتحقق أول شغلة لازم نكون متوكلين على الله سبحانه وتعالى حتى نقدر نجذب كل شيء نحن نبغى وننظف كل الأشياء اللي قاعدة تعيقنا الحب الوظيفة المال الزواج وأهم شغلة مهمة جداً في حيات كل إنسان أن يجذب الوظيفة والمال لحياته الوظيفة ممكن أن البعض مفهوم الوظيفة عنده هو اللي بيعيقه دعونا نمشي خطوة بخطوة لازم من الضروري لازم كل واحد مننا ينظف هذا الشيء بالأول لازم نحضر ورقة بيضة 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 أعرف إن البعض يقولي الورقة اللي معاكي صفرها هم جيدنا ورقة فاضية تكون معانا نحضرها نجيبها وبعدين نكسم هذه الورقة لنصين نكسم الورقة لنصين النص الأول القسم الأول نكتب فيه معتقدات سلبية يعني هي قاعدة تعيقنا والنص الثاني نكتب معتقدات إيجابية كده كده هلاش قاعدة أكتب بسرعة بعدين رح نختار موضوع واحد إحنا رح نتكلم فيه الحب الزواج المال أي شيء إحنا حابين نجذب الحياتنا سفر السعادة كلها رح نزل لكم إن شاء الله قدام توكيدات بس رح أعلمكم اليوم شلون تنظفوا هذا الشيء أول سؤال رح تسألوا أنفسكم قبل لا تدقوا لماذا لم أحقق هذا الهدف إلى الآن لماذا لم أحقق هذا الهدف إلى الآن هذا السؤال من الأسئلة اللي خلتني أقول رحاب أنت من أول في رحلة بتبحث فيها عن حالك رح أحكي لكم إن شاء الله فيديوهات قادمة كثير عني كنتي تبحثي عن حالك طيب إيش الأشياء اللي بتعيقك أني أنت ما أنت قادرة تحصل على الأشياء اللي أنت تبغيها ليش ما أنت قادرة تحصل على كل شيء أنت تبغيه لقيت نفسي بسأل إيش الأشياء ليش أنا مو قادرة أحقق هذا الهدف اللي أنا حطته ضمن أهداف أنا أبغاوصلها ضمن الأشياء اللي أنا حابة أني أحققها شو الأشياء اللي كانت تعيقني بديت أكتبها واحد اثنين ثلاثة أربعة أسوأ شي رح يحصل لنا إذا تحقق هذا الهدف إيوة إيش أسوأ شي قاعد يدور في مخك إيش الإحتمالي إيش الصات صاتك الداخلي اللي قاعد يقول لك إنه هذا الشي لو صلك رح يصير كده طيب هذه الأصوات اللي جواتنا هي أفكارنا هي معتقداتنا الخاطئ اللي أهلا نحطوها في بالنا مثلا من إحنا صغار طب أنا أقول لكم شغلة من الأشياء اللي لقيتها إنه ونعمل تنظيف للناس في معتقدات مثلا وظيفة نقول إنه الوظيفة الثابتة نقول إنه الوظيفة الثابتة مثلا لازم أكون في وظيفة في نهاية الشهر يجيني راتب هذا معيق للمال كمان إنه الواحد مقدر يحصل على وظيفة كمان الوظيفة لازم واسطة كتير حيقولولي إيواء لازم واسطة طيب لو هذا المعتقد حذفته من حياتك حط قاعدة بإذن الله بإذن الله رح تحصل على وظيفة بإذن الله رح تحصل على وظيفة لازم تحذف معتقد إني أحصل على وظيفة لازم يكون عندي واسطة لا إنت تقدر تحصل على وظيفة وكتربي يريدها بس إنت قاعد تعيقها لإنه أنت حاضد ببالة لا أنا ما عندي واسطة في هذا المكان أكيد ما رح أحصل على الوظيفة لا أحط كل المعتقدات كل أفكاري السلبية أحطاهم طيب كمان يجي مقول على المال المال أنا ما قدر أحصل على المال لازم يكون عندي وظيفة لا خطأ طيب مجرد ما أخلص من كتابتها وخدت نفس عميق ونفس عميق مرة ثانية والثالثة أكون وصلت لمرحلة فيها اسمها بداية الوعي لأنا عرفت أحدد المشكلة عرفت إيش المشكلة اللي قادت تعيقني إيش المشكلة اللي بتخليني أنا ما أنا قادرة أوصل لهدفي هنا أقول لك براف عليك أنت كتبت كل الأشياء اللي قادت تعيقك طيب كيف أنا أقدر أحول كل المعتقدات السلبية اللي عندي كل الأفكار اللي مهي جيدة موجودة عندي تجاه المال تجاه الزواج تجاه السفر تجاه السعادة تجاه أشياء كثيرة مثلا المهم إني أختار موضوع واحد أبدأ أفرغه بعدين أبدأ إيش أعمل بالنقطة الثانية بأبدأ أكتب الأشياء الإيجابية في الجهة الثانية طيب لازم لما أجي أحول أي شيء لمعتقد إيجابي أقول أنا أسمح وأقبل الوظيفة المثالية التي تناسبني أنا أسمح وأقبل أن أحب ذاتي هذا اللي عنده معتقد إنه حب الذات أنانية وهناك فرق ما بين الأنانية وحب الذات إن شاء الله راح في اللقاء التعريفي اللي راح أعمل يوم الخميس 24 أكتوبر بجدة راح أتكلم فيه اللقاء مدة ساعة راح أتكلم فيه إيش الأشياء اللي راح نتعلمها في رحلة الحب الذات طيب هذه الرحلة إيش الأشياء المعتقد حق الأنانية هذا حتناقش وأنا متأكد أني حتناقش فيه مع كثير من الأشياء ولا تكتب نرجع لموضوعنا لما نجي نكتب في معتقد إيجابي عفوا نخرش كده نجي نكتب في معتقد إيجابي لا تكتبوا أنا لا أستطيع أنا لن أنا أبدا أهداة نفي ما نكتبها بس نكتب أنا أسمح أنا أقبل أنا مغنطيس أنا أحب لازم تكون على قناعة تامة إنه هذا الشيء راح يصير معاك أوكي بليز أصدقائي المهم إنها تكون بصيغة المضارع المضارع الآن ولازم تكتبوها بخط يدكم كل شغلة تبغوا تتخلصوا منها كل فكرة مو جميلة مو على الجوال نكتب بخط اليد في ورقة فارقة ما فيها أي شيء بليز أصدقائي طيب أنا لما أجي أكتب أنا أسمح وأقبل بالوظيفة المثالية هذا الكلام هو توكيد لحالي طيب البعض منكم ممكن يلجأ إنه يسمع توكيدات من غيره أنا بنزل توكيدات عن الوظيفة عن المال ممكن إنت بنفسك تسجل التوكيدات هذه اللي إنت كتبتها كمعتقدات إيجابية تسجلها بصوتك وتسمعها يوميا لواحد وعشرين يوم وأجمل شغلة إذا أبغير أي تفكير في عقل الباطن أغيروا أنا نايم أسمع أشياء أنا نايمة أنا عن نفسي التوكيدات أسمعها أنا نايمة بكل أمانة لواحد وعشرين يوم أحط جدوى وأسمع فيه توكيدات معينة أسمعها لواحد وعشرين يوم تتذكروا في راتينة الإيجابية رح أحط لكم الفيديو هنا في راتينة الإيجابية قلت لكم واحد وعشرين يوم نوقف قدام المرايا نؤكد لأنفسنا نحن جميلين نحن مختلفين نحن ناس نقدر نصنع كل شغلة وبالفعل ترى إحنا رح نمشي ورح نصنع أنا عن نفسي قدرت إني أصنع إني أقلف كتابي الأول أخرجني من هذه الرواية وقدرت أطلع كتابي الثاني كيف تنام وعيناك مفتوحتان وإن شاء الله الثالث في الطريق لو أنا في يوم قلت يا الله أنا ما في شيء راضي ينصبط معايا أنا منيلاقي وظيفة يا الله حتى برنامج اليوتيوب المتابعين ما هم قادرين ينشروا المتابعين ما بيتابعوا مظبوط اللي يوصل لهم الفيديو ما هم قادرين يشتركوا كم وقفت في مكاني ما قادر أسوي فيديوهات جديدة ما أخد شهرة اللايف كوتش ما رحت صرت أدرب يوغا حتى أصير مدربة يوغا ما شيء كثيرة تعلمتها ما صرت أقرأ كتب يوميا لو قفت عند نقطة واحدة إنه فيديوهاتي ما هي قادرة تتنشر الناس مراضي يتتابع فيديوهاتي ليش؟ لا قلت أنا أقدر أنا أقدر أصنع التغيير لما يجيني رسالة أو يوصلني يجي لي شخص يقول لي يقابلني في كوفي أو بجد بجد يعني ما عرف إش أقول لكم بس بجد ممتنة لكل شخص يقابلني ويقول لي أني أنا استفت والله العظيم لما توصلني رسالة على الإسلاب ولا توصلني رسالة على الإستجرام ويقول لي شخص شكرا لأني غيرتي حياتي بجد أنبسط ما أقدر أقول لكم كمية السعادة اللي أنا أحسها بس لو كنت قدر قلت لي نفسي لأ أنا خلاص ما حد بيتابع الفيديوهات أنا أوقف ما حد قادر يشوفه إش أنا بأسوي اللي يقول لي أنت تتكلمي بالعربية الفصحة أنت ما بتتكلمي بالعامية أنت 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 كان أنا وقفت في مكاني لكن لا قلت لي نفسي أنا أقدر أنا أقدر أصنع التغيير لو في شخص واحد رح يكون بجد قمة السعادة فبليز لا تخلوا أي معتقد ولا أي فكرة قاعدين يزرعوها الناس فيكم من أنت صغار أو حاليا في المجتمع لا تخلوا بالعكس إحنا وصلنا للمرحلة اسمها وعي إنت ماشي في الإستقرام بتسمع مقطع إنت ماشي في الشارع بتسمع أحد إنت ماشي بتشوف إعلان طول الوقت إحنا حتى ما سكين جوالاتنا بتوصلنا إلى إعلانات نحنا نتغير فبليز تغيروا وغيروا من معتقداتكم من أفكاركم وكمان شغلة ترى الأفكار السلبية لو حولناها الإيجابية ومشينا على التوكيدات بس حقول لكم شغلة دائما دائما كونوا مترقبين لكل أفكاركم لكل فكرة تجيكم لكل فكرة تدخل عقلكم حاولوا إنكم ترقبوها سطب ورا سطب صح رح تكون صعبة في الأول إن أنت تغير فكرة مثلا لها عشرين عام معاك تلاتين سنة عربعين سنة معاك بس إنتوا تقدروا إن أنتوا تغيروا هذه الفكرة أي فكرة سلبية نبني تخلص منها رح تجي سلبية فكرة سلبية ثانية رح تجي سلبية ثانية كل ما تخلصنا من واحدة جات ثانية كل ما تخلصنا من واحدة رح تيجي بس أكيد مع التكرار مع التكرار مع التكرار إنه أنا بقى نضيف أول بأول كل ما جاتني فكرة مسكت ورقة وقلم وبدأت أكتب واحد وعشرين يوم أوكد لنفسي إني أنا أسوي أكيد بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى رح نقدر وصدقوني بإذن الله إنه إحنا رح نقدر أن نتغلب على كل شغلة رح نقدر نتغلب على كل الأفكار السلبية اللي قاعدة تقول جوّاتنا أوكي صمت وهدوء وشيق وزفير وكل شي بصير بيرفكت التطبيق 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 ثم قناعة أطبق 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 وأنا مقتنح diferentes رح أوصل التطبيق تطبيق مع قناعة رح أوصل في النهاية كمان أقول لكم شغلة من أساسياتي أني أحذف كل الأفكار كل المعتقدات السلبية اللي بتجي في بالي التأمل التأمل إيش أحكي لكم عن التأمل التأمل طاقة جميلة التأمل روح جميلة رح تتواصل مع ذاتك الداخلية رح تشوف نفسك في مراية ذاتك وإنت بتتأمل التأمل بيسكت الأفكار اللي جواتنا الصوت اللي جواتنا اللي بيقول لك أنت ما تقدر أنت فاشل وإنت في التأمل في البداية رح يزن بعدين مع الاستمرار في التأمل رح تصمت الأفكار تجرس في جلسة التأمل كل ما جات فكرة كل ما جات فكرة تصمت الفكرة وإنت بتزيد عليها وإنت في جلسة التأمل بتأكد على حالة بصوتك الداخلي أنا أقدر على التغيير أنا مغناطيس للحب أنا مغناطيس للثراء أنا أستطيع التغيير أنا أجذب الوظيفة المثالية لحياتي رح تتغير ولا ما رح تتغير الجميل بالتأمل أنه يساعدك على عدم مقاومة الأفكار وعدم إجهاد ذاتك لأنك تطردها التأمل يساعدك على أنك تتخيل هذه الفكرة أو المعتقد أنه سحابة صيف وراح تهدي هذا هو التأمل فبجد أتمنى أني ما طولت عليكم أتمنى أني قدرت أقدم لكم مادة بسيطة أنا كل ما سويت شغلة في حياتي جالسة في الوقت الحالي كل شغلة سويتها مع رحها من يوم بديت قناتي على اليوتيوب حالياً قاعدة أعطيكم صار التجارب فبجد بجد أتمنى أني أضيف في حياتي كل شخص يتابعني بجد 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 أكون مبسوطة وسعيدة لما أكون وصلت لكم فكرة أكون مبسوطة وسعيدة أني أغير شيء من حياتكم عملت لكم قبل الفيديو الرسائل عملتها الحالي مدة ثلاثة شهور ودحي رجعت أعملها مرة ثانية لمدة 42 يوم رسائل مع الصباح أكتب كل الأفكار اللي بجيني مع تأملات جديدة مع توكيدات المهم أني لما تبدأ رحلة في التأمل أو رحلة مع ذاتك تتعرف فيها على حالك اسمها التصامح أتمنى أني أشوفكم بلقاء التعريفي برحلة حب الذات يوم الخميس إن شاء الله في جدة يا أجمل وأروع متابعين ما أدري إش أقول لكم بس بجد بيتسعدني رسائلكم بيسعدني إني أقدر أغير لو شغلة شغلة وسيطة جداً في حياتكم أحبكم ومع السلام شكراً لكم